يعطيكم العافية أولى أنا إنعام دومي خليجة سينت 2022 من المؤتع سأكون معكم إن شاء الله بشرح مادة الفانل للهستو سأحاول قدر الإمكاني أن أبسط لكم المادة وسأحتمل الإسلوب أنا بالعادي أحب التبع مع طلابي هو عبارة عن شرح ملخص أنا بكون عامليته قبل ما أشرح المحاضرة هذا الملخص سيكون فيه أهم المعلومات اللي بالمحاضرة بحيث أنه إحنا نفهم البيزيكس وقواعد المحاضرة قبل ما نتوه بالتفاصيل تمام؟ اليوم إن شاء الله رح نبلش بموضوع كتير حلو وكتير بسيط للي فعليا رح يستوعبه هلأ معي إنه هو عبارة عن موضوع البون تمام؟ هلأ البون حيكون عبارة عن محاضرتين المحاضرة الأولى رح نشحها هلأ إن شاء الله والمحاضرة الثانية حتكون تابعة للمحاضرة الأولى طيب نبلش مباشر ونحكي عن البون وإذا بدأ نيجو نصنف البون من بين أنواع التشوز بالهستة فهو عبارة عن كونكتف تشو يعني كونكتف تشو تمام؟ اختصار وهو مش بس أي كونكتف تشو بشبه الكارتلايج بأنه الاثنين عبارة عن موديفايد كونكتف تشو يعني تم التحوير أو التعديل عليهم تم التعديل عليهم لأنه نوعا ما الميتريكس الموجود بين الخلايا شوي فيه هاردنس صلابة تمام؟ وهذا الاشي إن شاء الله نحنشوفه بالمحاضرة سو لأنه الميتريكس الموجود بهذا الكنكتف تشو اللي هو عبارة عن البون أو الكارتلايج أنت أخذته قبل فيه هاردنس فيه صلابة فإحنا سميناه موديفايد كونكتف تشو شوفها إدت هاي الصلابة الموجودة بالماتريكس هو أنه بتعطينا سببورت يعني هاي التشوز منسميها موديفايد كونكتف تشوز ومنسميها كمان سببورتف كونكتف تشو تمام؟ سببورتف أو سببورتينج كنكتف تشو تعطينا سببورت تعطينا دعم أوكي؟ طيب هلا قبل ما نفوت بالنسيج تبع البون ونفوت بالتفاصيل خلينا نحكي عن الفونكشن أوف بون بأذا وي أنا هلا مش مطلوب منكم تكتبوا أي شيء بس بدي تسمعوني تمام؟ أنا هدفي من الموضوع نكون تأخذوا فكرة عن المحاضرة قبل ما نفوت فيها طيب What about الفونكشن أوف البون؟ أول شيء الموفمينت كيف الموفمينت؟ على مستويين المستوى الأول أنه بون على بون تعملوا لنا جوينت لهو عبادة عن المفصل تمام؟ وإحنا حركتنا كلها معتمدة عن المفاصل لو تخيلنا أنه مثلاً القدم تبيتنا الليجل تبيتنا اللوراليم تبعنا عبادة عن ون بون تمام؟ ون لونج بون ما في عندنا مفاصل الحركة حتكون جداً لمتد وحتكون جداً صعبة تمام؟ فبيهمنا أنه البونز بتكون مفاصل مع بعضها والمفاصل لها يتم الحركة على مستوىها تمام؟ شغلة ثانية هي المسلز بتعمل الاتاجمنت للمسلز المسلز التاج للبون تمام؟ ون ترتبط المسلز بالبون وهي المسلز اللي بتحرك هاي الجوينت فالبونز شيء أساسي جداً بالحركة اللولة البونز ما في عندنا حركة تمام؟ البونز بتعمل المفاصل والبونز بتشكل sites of attachment للمسلز أو العضلات هاي الوظيفة رمبرون اللي هي عبادة عن الموزمنت الوظيفة الثانية اللي هي بتيجي من نوع هذا الكونيكتف تيشو حكاً هو عبادة عن supporting connective tissue أو supportive connective tissue تعمل support للجسم تعمل لأنه poster أو خلينا نحكي الهيئة تبعيدنا إحنا تخيل الجسم تبعنا بدون bones عبادة فقط عن soft tissues إحنا نكون مثلنا مثل الرخويات مثلنا مثل السمك حتى السمك فيه bone بس استوي يعني ما بيكون لأنه الهيئة تبعيدنا كبني آدمي تمام؟ بلس أنه بتعمل organ protection بتحمل أعضاء الداخلية وأهم أنفله هي عبادة عن skull هذا كل مكتوب بالمحاضرة ما تخافوا skull هي عبادة عن جمجمة اللي بتحمي ما داخلها من الدماغ في عندنا مثلا chest wall تمام؟ بتحمي ما داخلها من القلب من اليأتين من major blood vessels مثل aierta pulmonary arteries وما إلا بالك تمام؟ هاي تاني فائدة أو حتى تاني أقو تالت فائدة لل bone في عندنا كمان فائدة اللي هي عبادة عن blood production وإنتوا أخذتم موضوع blood بالهيستو إحنا منعرف أنه bone فيه داخله bone marrow أقول له عبادة عن مصنع blood تمام؟ فبالتالي بدون bone ما في عندنا blood أوكي؟ bone marrow موجود داخل bone فبالتالي بحوي بيحتوي على مصنع تبع blood فماهم بكتير بال blood production وأخذ وظيفة من أهم الوظائف كمان لأنه bone فيه calcium وفيه phosphate يعتبر زي الحافظ لهاي المنرالز أو هاي المعادل كيف يعني؟ هلأ الجسم مثلا صار في عنده نقص بالكالسيوم شو رح يعمل من أحد الأشياء اللي رح يعملها أنه رح يروح على البون يمتص شوي من الكالسيوم اللي موجود بالبون ويوديه على الدم بهمنا أنه إحنا كمية الكالسيوم وكمية الفوسفيت اللي بتكون بالblood تكون بمستوى معين هاي المنرالز إذا زادت مشكلة إذا قلت مشكلة لازم تكون باللفل معين تمام؟ فالجسم إذا لاحظ أنه كمية هاي المنرالز أو المعادل اللي بالدم قلت من إحدى الأشياء اللي بيعملها بشكل أو بيآخر بيروح على البون بيحكي له أعطين شوي من الكالسيوم أو من الفوسفيت اللي عندك حتى أنا أعوض النقص الموجود بالblood تمام؟ فهو help to keep them لهم عبارة عن المنرالز at normal levels تمام؟ يعني بتحافظ على أنه يضل هاي المنرالز بالblood بمستويات خليعني نحكي مقبولة تمام؟ أوكي هلا هاي عندنا هاي رسم صغيري بس عشان نتذكر هيك بعض أرقام بالمحاضرة هلا البون بشكل عام في لإله two coverings في لإله غلافين غلاف خارجي وغلاف داخلي نتذكرها غلافين two coverings غلاف خارجي بنسميه peri osteo من اسمها peri أي شيء peri يعني بيغلف من برية خارجي وإن دوستيوم من اسمها أندو إذن غلاف داخلي by the way osteo معناها bone تمام؟ سوال ما تشوفوا كلمة osteo osteum معناها bone في peri osteum وإن دوستيوم اللي هم أغلفة البون تمام؟ طيب البون كمان فيه two components مثل ومثل أي connective tissue فيه cells وفيه matrix وحكينا الماتريكس هي نوعيتها اللي هي لأنها hard صلبة بتخلي هذا connective tissue modified and supporting connective tissue تمام؟ أوكي فيها four cell types هلا السيلز الموجودة داخل البون هم four types تمام؟ وإحنا نحكي عنهم إن شاء الله اللي هم يعبادة عن osteoprogenetic cells أو progenitor cells في عندنا osteoblast في عندنا osteocyte وفيه كمان osteoclast أوكي نفس الوقت فيعنا كمان two types هلا types فيه كثير types أوكي بس mainly أفضل تقسيمة إحنا من نحب ننسمها للbones هي يبالع عن primary bone and secondary bone تمام؟ تقسيمات كثير للبون إحنا نحكي عنهم إن شاء الله لو أقضم بس أهم شي أنه فينا two types لهم major two types هم يبالع عن primary bone and secondary bone primary bone لهم خلنا نحكي إحنا primary يعني أولي تمام؟ والأولي بالعادي بيكون للأشياء البدائية تمام؟ أولي أو بداي يعني immature bone نسمش ناضج كفاية أما secondary فهو عبادة عن immature bone تمام؟ وإذا ملاحظين هون أنا حاطة زي الأسهم وكأنه هاي السل بتودي لهاي وهاي بتودي لهاي بالحقيقة هو إنه يبلش الموضوعك الآتي في عندنا سل منسميها undifferentiated mesenchymal أعتقد سمعتوا عنها بالهستو قبل هاي المحاضرة هاي السلز موجودة بالإمبريو بالجنين هو برحم أمه تمام؟ هو ببطن أمه هاي الخلية بتعطي كتير أنواع من الـ واحدة من الأنواع اللي بتعطيها أو واحدة من الخلايا اللي بتعطيها هي عبادة عن the osteoprogenetic cell وهي أصلاً واحدة من الخلايا Won بالـ Bone بال반ة تبعنا إحنا تمام؟ هاي أول نوع من الأنواع الخلايا الأربعة حكيان أصلاً لها أن اربع أنواع خلايا موجودة بالبون هي أول واحدة موجودة بالبون osteoprogenetic cell إيش مصطرها ؟ مصطرها هي عبادة عن �� sprawd نهالة المنطقة موضوع تمام ووك بحلح حالة الموضوع انه الأوستيو براجين تقول psi نحطاء النوع الثاني من الخلايا الموجودة بالبون هي إبارة عن الاستيوبلاست لنفسهاها اجعله الامر تعطينا النوع السبب ثالثة من الخلايا الموجود في البون وهي حاجاته هي بنات الاستيوبلاست هيудиوبلاست هي بنات الاستيو براجين تقول وكلهم مين مصدرهم مصدهم الـ undifferentiated mesenchymal cell بضل في عندنا نوع واحد من الخلايا اللي هو النوع اللي عبارة عن osteoclast لإلها origin مختلف وهي بالحقيقة تابعة على البلود سيلز تمام osteoclast osteo معناها bone clast هون ما شفتوا كل مد clast بالطب معناها eating أو killing قتل إنهاء حياة تمام clast هاي الخلية بالأصل هي عبارة عن macrophage macrophage هي واحدة من خلايا الدم البيضاء تمام يعني تذكروا من خلايا الدم البيضاء واحدة منها هي عبارة عن macrophage فمصدرها فعليا هي عبارة عن يعني هي تابعة لخلايا البلود فكلهم الـ origin تابعةهم مشتركة وهي عبارة عن undifferentiated mesenchymal cell معنا osteoclast وهي عبارة عن macrophage of the bone تمام نسميناها osteoclast مصدرها من bone marrow من البلود وقام وهي فعليا مصدرها لحنا نحكيه يعني بدقة أكتر بالمحاضرة هي عبارة عن monocyte ما علينا هاي بالنسبة ل cell types وليش أنا حطها للأسهم تمام أوكي طيب هون بس آخر كم معلومة حتى قبل ما نفوت عن المحاضرة نتذكر شوي بالanatomy of bone البون نفسها تمام وإحنا أكتر البون بنحكي عنه بالعادة أكتر نوع من أنواع البونز بنحكي عنه هي عبارة عن long bones على البونز فعندنا أنواع مختلفة ولكن بالمحاضرة هاي رح نذكر نوعين اللي هم عبارة عن flat كأناتومي تمام flat bones وlong bones إن شاء الله هاي تفاصيل يح تفوتوا فيها أكتر لما سروا سينة تانية وتأخذوا الأم أس أس كموديول تمام flat bones مثل مثلا sternum اللي هو عضم القص أو مثل ribs أو مثل مثلا الهب تمام عضم الهب هذا كله عبارة عن flat bone بيكون يعني رقيق البون ملقق تمام long bones مثل عضم الفيمر عضم الفخب يعني أو الهيمرس بيكون مثل هيك شكله في العلو two heads تمام long shaft أوكي طيب هاي بالنسبة لما نحكي إحنا flat bone أو long bone هلا بالنسبة ل الاناتومي of long bone أو الأجزاء تبعية long bone هلا من جهة الجوينت من فوق ومن تحت في عندنا طبقة خارجية هتكون فوق البون تمام من جهة الجوينت من جهة المقاصل اللونها أزرق هون هاي هتعمل زي lining لل bone من جهة الجوينت انتو أكيد سمعتوا فيها اللي هي عبارة عن cartilage نوع من أنواع cartilage نسميها articular cartilage تمام موجودة من فوق موجودة نفس الشيء باللون الأزرق من تحت تمام فقط على مناطق التقاء البون مع البون بالجوينت تمام طيب بعد هيك لحن نفوت على أعلى منطقة بالبون باللونج بون اللي هي من سميها إحنا الإبيفسيز إبي دائما شيء فوق تمام أو طرف تمام سواء كانت من فوق إبيفسيز أو إبيفسيز اللي هو اللون الأحمر هاد من تحت تمام أوكي بعد هيك لحن يجي على هاي المنطقة اللي لونها أخضر على أصفر اللي هي عبارة عن الميتافيسيز تمام أو بنسميه الديافيسيز الديافيسيز اللي هيبتد يبتدي من هون لهون قبل ما إحنا نفوت على الميتافيسيز سواء الترتيب من فوق أو من تحت هيكون أرتكيلر كارتليج بعدين إبيفسيز لهو اللون الأحمر بعدين متافيسيز لهو المنطقة الانتقالية خلينا نحكي ما بين الإبيفسيز وما بين الشافت والشافت إحنا عندنا باللونج بون بنسميه الديافيسيز تمام طيب نحكي بس معلومة هون كمان في عندنا هون كلمة secondary bone إحنا حكينا أنه من أهم التقسيمات لل bone هو أن نقسمها لل primary اللي هي البداية المبدئية اللي هي عبالة عن immature تمام و secondary اللي هي عبالة عن immature bone تمام البون الناضج اللي بنشوفه إحنا عندنا بالأدولت بالكبر تمام بالشيلدرن بالأدولت فوق إيج معين فوق عمر معين خاص بصير كل البون عندنا is mature bone ال immature bone اللي بنشوفه بالإمبيريو ومنشوفه بالإيرلي لايف يعني أول ما ينونه للبيبي بفترة يعني بعد ما ينونه للبيبي بفترة قصيرة بعدين خلاص كله بتحول ل secondary أو mature bone تمام الآن secondary أو mature bone في عندنا برده لإله two types سو هي mature bone أو secondary bone هو عبالة عن type من two types ونفس secondary bone فيه أو منه two types نسميهم type الأول طبعا في لإلهم أسماء كثير هنفوت عليها بالمحاضرة بس أهم مسمى للنوع الأول من secondary bone هو عبالة عن compact bone والثاني هو عبالة عن spongy bone compact يعني مرصوس تمام بالعربي يعني مرصوس يعني زي اللي أنا زي كمية تيشو وحاصيتها بيحيز كتير صغير بحيث أنه أنا نطلع منها كل الفراغات تمام أما spongy على العكس هيكون فيها كتير فراغات مثل sponge مثل ليفة تمام مثل ليفة الجلي أو أي ليفة بالحياة يعني بيكون فيها كتير هوا تمام بيكون فيها فراغات كتير وهذا الشي اللي حنشوفه بهذا المثال لما إحنا نيجي نقطع bone قطع عرضي حتى نشوف إحنا أو قطع طولي أسفر حتى نشوف إحنا محتوياته أو شكله من جوا لحنلاحظوا أنه فيه جزء ناخد لون الأحمر فيه جزء من البون ملصوص أو مصمت ما فيه هوا من مريم لهو هذا الجزء تمام ما فيه هوا من مريم تمام كتير ما تكوك على بعض وفيه جزء من البون مثل هيك مثل sponge أو مثل Stringer فيه فراغات وهوا تمام فهي الـ two types of secondary bone compact bone and spongy bone كل واحدة بالعادة لها موقحة تمام لحن نحكي برضو عنها إن شاء الله لأدام بالمحاضرة هلأ إحنا لما نفوت بالأنسجة وفاليا كيف ترتيب الخلايا نحن نجلس compact bone وتلكز عليه لأن spongy bone ترتيب الخلايا يعني irregular يعني غير منتظم تمام يعني مش ثابت بين spongy bone و spongy bone ثاني بالجساء تمام ولكن compact bone فيه ترتيب سبحان الله معين للخلايا هلأ نحن نسمع حتى نفهمه فهلأ لو بدي أخذ مقطع عرضي من ال-diaphysis أو ال-shaft of long bone هلأ حصي لأتي تمام بدي أخذ مقطع عرضي بدي أكون أنا أصلا فاصمة البون بالنص فأنا هلأ حصل نصف مقطع عرضي تمام أوكي لحلالي إنه بالنص بالنص في عندنا canal وهاي الكنال هي اللي فيها البون مارو تمام احنا عم نحكي عن diaphysis of long bone تمام سوهاي الكنال فيها bone marrow تمام سوف يعدنا one bone marrow cavity بحوالين أو سريد بنص ال-compact bone وكل ما عدا البون marrow cavity هو يبال عن compact bone تمام compact bone اللي هو النوع الأول من secondary أو المتربون هو يبال عن compact bone أوكي هلأ ال-compact bone حيترتف فيه fibers وال-cells قد آتي هلأ the main cell اللي نحكي عنها بالbone بشكل عام نحكينا أنه فينا four types of cells the main cell هي يبال عن osteocyte هي أكثر cell موجودة بالbone tissue تمام وأهم fiber موجود بالbone tissue هو يبال عن collagen type 1 فلح نحكي عن تلتيب collagen type 1 مع osteocyte بالcompact bone هلأ نحتيج ال-collagen type 1 collagen fiber نترتب حالها كالآتي على شكل دوائر من برية circumferential arrangement ومن جهة البون مرى نفس الشيء عشكل دوائر تمام أنا عم تعمل دوائر كبيرة من جهة البون من برية ودوائر أصغر من جهة البون مرى cavity من جوه تمام ما بينهما نحيتربت بال-collagen كالآتي عشكل دوائر دوائر مثل هيك نفس الشيء هيك وهكذا دوائر طيب هيك ترتب عندنا ال-collagen يحتاج ال-osteocyte تترتب على خطوط ال-collagen كالآتي مثل هيك ترتب حالها حسب كيف ال-collagen أصلاً ناصب حالها فهي على اللائلة تبيت ال-collagen يحتاج تتب حالها ال-osteocyte وعلى دوائر هاي نفس الشيء هيك بصفي في عدنا تلتيب معين لخيوط أو أو الخلايا تبيت البون بالشكل عام بالنسبة ل ال-compacked البون هلأ صفة في عندنا ما بين هاي الدوائل في عندنا فرغ خلال الفرغ من نعبيه تمام نفس الشيء يحتاجي خيوط ال-collagen وترتب حالها بشكل معين حتى تعبي هاي الفرغات تمام ما بدنا فرغات احنا أبداً ب-compacked بون تمام احتاجتب حالها خيوط ال-collagen بشكل معين وبضو فوق خيوط ال-collagen اللي هتيجي ال-osteocytes أو خلايا البون بالشكل عام بترتب حالها فوق هاي الخيوط تمام فترتيب خيوط ال-collagen مع ال-osteocytes أو بالشكل عام البون منسميها لملي لم لا هي لملي تمام هي لملة مفرد ولملي جمع تمام فهوين ما تسمعوا كلمة لملي أو لملة we're talking about compact bone أبداً ما عم نحكي عن spongy bone تمام compact bone تحتوي على لملين الصفة في هنا هيك عندنا أربع ترتيبات أو أربع أنواع من اللاملين اللاملين الخارجية اللي بشكل circumferential على طول البون والداخلية اللي بتكون قريبة من البون مرو cavity وفي عندنا الدائلية وفي عندنا ما حول الدائلية هلا اللي من برية من جاهة الcovering اللي هي الperiosteum of the bone منسميها external circumferential من شكلها circumferential ما اخت الشكل دائري على حوالين على طول البون تمام المقطع العرض للبون لملة تمام دوائر هاي ما بينهما أو ما بينهم منسميها interstitial لملة أو لملة تمام interstitial ما بين الاستيون تمام سأاخر مرة بعدنا external lamilla internal lamilla ostions ما بين الاستيون وهي عبارة عن interstitial lamilla أو لملة تمام اوكي هيك احنا فينا نفوت عن المحاضرة واحنا فاهمين هيك كم concept سريع عن المحاضرة قبل ما نفوت بالتفاصيل تمام هلا نجي عن المحاضرة طيب بسم الله نبال ان شاء الله بالمحاضرة طبعا المحاضرة هي هي نفس content غيرنا background وبس ضفنا شوية هيك معلومات حكتهم من الدكتوريا حتى يكون السلايد ان شاء الله شامل المعلومات الزيادة مبدئيا حتكون ببوكس مثل هيك احيان كان في هيك كلمتين ثلاث ينضاف ما بين اقواص مثل هيك طبعا بس بالشكل عام هي شامل كلام الدكتوريا وشامل معلومات السلايد حكينا احنا رح نحكي ان شاء الله اليوم عن البون وحكينا ان البون and الكارتلايج both are modified connective tissue لان الموجود فيهم is hard تمام فبالتالي بيخليهم supportive connective tissue فالإلهم اسمين supportive connective tissue and modified connective tissue الفنكشل البون giving attachment to different body muscles اصلا attachment of muscles معظمة هيكون لا البون support soft tissues المسلز ما رح تعرف تعمل functioning بدون البون الفات ما الوظيفة بالجسم انه يعطي هيئة بدون البون اي soft tissue بالجسم بيحاجة لبون حواليه حتى يعطي خلينا نحكي ال full function تمام protect the vital organ تحمل اعضاء الداخلية الكتير مهمة مثل brain مثلا داخل skull تمام cranium cranium نفسها skull cranium brain داخل cranium thoracic cavity بيحمل lungs بيحمل heart بيحمل major blood vessels بيحمل كتير organs داخل chest contains bone marrow له بيحتوي على bone marrow اللي هو عبادة عن نخاع العظم اللي هو عبادة عن مصنع blood تمام مهم بال blood formation و metabolic function له زي ما حكنا فيه calcium وفيه phosphate فبالتالي بيساعد على المحافظة to maintain constant concentration بيحافظ على أو بيساعد على المحافظة على مستوى ثابت من هاي المعادن بالblood أو بالجسن تمام أوكي كيف هيك يعني سد المعلومات بعد ما أخذ الملخص بصير الموضوع أسهل تمام تكرار أحيانا يعني كتير مهم بالدراسة الطب صلاحة طيب هلأ bone covering حكينا أنه اتفقنا أنه من إحدى الألقام اللي نازم نحفظها أنه فعندنا two bone coverings واحد داخلي وواحد خالجي غلاف خالجي وغلاف داخلي تمام أوكي هلأ شو أهمية هاي coverings ليش البون ببذات إلى two coverings الcoverings بالشكل عام بالconnective tissues أهميتها أنها تحمل blood vessels لهاي connective tissue تمام يعني إحنا بيكون في عندنا غلاف وبتخلى هذا الغلاف blood vessels تمام أو عيدة موية عشان تغذي هذا التشو لأنه bone هو عبالة عن hard connective tissue كتير صلب فأنا بيحاجة لأكتر من one covering حتى يساعد على تغذية هذا hard tissue لأنه أحفظوها قاعدة كل ما زالت صلابة الشيء كل ما زالت كثافته تمام ففي عندنا more cells more hard matrix فبالتالي أنا بيحاجة لblood supply أكتر تمام فبيحاجة لcoverings أكتر حتى تحمل هاي blood vessels ففي عندنا two coverings وهذه المعلومة المثكولة هون أنه heart connective tissue مثل bone and cartilage depends on their coverings على nutrition تمام لأنه blood vessels ما بتقدر تتخلى لهاي tissues إنها very hard كتير صلبة فما بدل أنا أخلي blood vessel يفوت بسهولة داخل البون تمام فإت needs more than one covering to nourish بحاجة لأكثر من one covering لأكثر من الغلاف واحد حتى تتغفى تمام في عندنا حكينا two coverings واحد periosteum والثاني endoosteum periosteum حكينا خالجي endoosteum أو endoosteum بيكون غلاف داخلي تمام هلا الperiosteum نفسه فيه two layers تكسمع هلا هم two coverings ولكن الغلاف الخالجي نفسه فيه two layers outer phypress layer وهذا اللي نوعا ما ما له أي علاقة بالnutrition والinner vascular cellular layer تمام اللي فيه البلود بيصلز اللي مهم بالnutrition تمام الغلاف layer بالعادة زي ما حكينا ما إلها علاقة بالnutrition ما إلها علاقة بالblood supply هي فقط تعمل support الآن ها two functions support of the bone زي وكأنها بتحتوي البون هي الطبقة الخارجية اللي بتحتوي البون وبتعمل support لإلو دعامة ونفس الوقت هو نفسه اللي بيعمل attachment sites ل تلتبط بالبون ما حتلتبط بداخل البون يحتلتبط بالطبقة الخارجية من البون اللي هو عبارة عن periosteum وبأي طبقة بالضبط the outer fibrous layer تمام أوكي هلا بس ما نعرف الشغلي هون على المواقع اللي هيصير فيها attachment ما بين tendon وما بين fibrous outer periosteum اللي هيكون في عندنا إشي خاص تمام نفس نفس يعني هون مثلا هاي periosteum تمام وهاي بالذات هي يبالي عن fibrous outer periosteum شوفكم كيف لونها أبيض تمام شوي فك هيك فهي supportive وبتعمل attachment أو بتعطي attachment sides of the muscles بس فيها نظاهرة حلوة هو أنه وانما بيجي التندن يرتبط به هذا periosteum اللي هو يبالي عن fibrous periosteum يح يجي الperiosteum هاد يعطي tissues مثل هيك ترتبط أكتر بالبون تمام يعني بهاي المواقع نفترض أنه في عندنا هون تندن يح يرتبط بهاي المنطقة من fibrous periosteum بيجي هاد fibrous periosteum بعطي tissues ترتبط أكتر بالبون شوف فأدت هذا الموضوع فأدت هذا الموضوع أنه لما يصير في عندنا contraction المسل contraction قوي تمام نخاف أنه يصير في عندنا زي الشلع أنه تيجي تندن تشلع الperiosteum عن أو تفصل الperiosteum عن البون من قوة الانقباض فلما يصير في انقباض التندن تحيطلع لفوق تمام بعيدا عن البون فإحنا منخاف أنه التندن هو متحرك لفوق يشلع أو يخلع مكان يخلع الperiosteum عن البون تمام فبتيجي هاي الperiosteum الfibrous periosteum بتعطي fibers أكتر حتى تلزق بالبون أكتر يعني وكانها بتعمل sending هيك وكانها بتبعت أياد تمسك بالبون أكتر حتى ما يصير في عندنا separation بين هذا الperiosteum والبون في حالات الcontraction تمام هاي الفيبرز اللي انتم شايفينها هيك زي الخطوط البيضاء اللي بتلبط أكتر وأكتر ما بين الperiosteum والبون منسميها sharpies fibers sharpies fibers والموقحة لو أجاكم سؤال موقحها بمواقع اتصال التندن أو التاجمن مع الperiosteum بالضبط تمام أوكي فهي عبارة عن sharpies fibers اللي بتعملها الperiosteum اللي هي الperiosteum أو مواقع الاتتاجمنت لإلها مع التندن تمام حتى تلتبط بالبون أكتر حتى يمنع separation أوكي أما بالنسبة للinner vascular لأنها فيها blood vessels وسيلر لأنها فيها cells تمام احنا حكينا أنه في عنا four types of cells بالبون tissue تمام أول two types كانوا عبارة عن osteoprogenator cells والosteoblast cells تمام هدول هم النوعين الفعليا الموجودين بالouter layer أو sorry inner layer of الperiosteum هدول مع بعض من سميهم osteogenic cells osteogenic cells جينك من genesis أو genesis لهي formation هدول هم التو سيلز اللي يعتبروا أمهات الاستيو سايت سايت معناها ساو osteopone فهي عبادة عن الخلية العظمية وهي أكثر خلية زي ما حكنا موجودة به البون تيش تمام من أم الخلية العظمية مباشرة هي osteoblast ومن أم الأستيو هي عبادة عن osteoprogenator cell هدول التنتين منسميهم osteogenic cells هم السيلز المسؤولين عن تكوين osteocyte اللي هي end result بيتهم تمام ليفعليا الخلية العظمية اللي تقوم بالدور العظم تمام اللي بتكون العظم بشكل عيسي طيب هلا الطبقة الثانية المغلفة للبون من جو هي عبادة عن endostium والendostium زي ما حكنا بتعمل lining تمام lining تغلف من جو bone marrow cavity اوكي لو بدنا نجي نحدد موقعها هون فرح الله أنه موقعها بالضبط مباشرة lining of bone marrow cavity تمام هي أول طبقة داخل bone marrow cavity محتويات الendostium فقط عبادة عن cells والcells في نفس الcells الموجودة بالinner layer of pre-ostium وهي عبادة عن osteogenic cells two types osteoprogenator and osteoplast وفيها برضو عبادة عن blood vessels فهي two components osteogenic cells and blood vessels تشبه كتير لحد ما الcomponent of the inner vascular and cellular layer of pre-ostium تمام اوكي وهم بس نجي نتذكر الشربي fibers هذا السؤال 100% سؤال الامتحان location لالها على site of muscle attachment to the bone تمام ومين بتكون part of what part of the outer part of outer layer of pre-ostium هو fibers layer تمام اوكي طيب نشي هلأ على حكينا البون components البون components are two إذا بتتذكروا من الأرقام اللي حكينا هم بالملخص في عندنا matrix وفي عندنا cells حكينا cells for types اللي حنرجع نتخلد هاي المعلومة كمان مرة cells for types تمام اوكي هلا حقا bone matrix والتاني اللي هي عبادة عن bone cells البون matrix فيه three main components الماء الorganic components والinorganic components اوكي الماء تحتشكل تقريبا مش أكتر من 25% من المحتوى تبع bone tissue تمام مقارنة بالcartilage اللي كانت تتشكل 70% الكartilage تعتبر highly hydrated connective tissue فيها كتير ماء 70% من محتوى عبادة عن ماء ولكن من نسبة البون لأنه harder than الكartilage تفيه فقط 25% ربع المكونات عبادة عن ماء تمام بصفي في عندنا organic and inorganic اكتر component بالبون هو عبادة عن inorganic component اللي هي عبادة عن minerals الكالسيوم وما الى ذلك مش الكالسيوم ومش طقاته تمام بتشكل 45% هاي نسبة كتير مهمة 25% 45% اللي هي majority عبادة عن inorganic component واخر شيء اللي بالنص هي عبادة عن organic component 30% كنسبة بالنص فهي اكتر شئ inorganic بعدين الماء بعدين الorganic تمام طيب الorganic اللي هي 30% عبادة عن ground substances عبادة عن matrix fibers الorganic substances هي عبادة عن proteoglycan تمام في عندنا كمان adhesive glycoproteins مثل osteocalcine والosteonectine تمام هدول مهمين عبادة عن adhesive glycoprotein لأنهم هم البلزقوا الcomponent ببعض بلزق السل بالكالسيوم بالفايبر تمام three components سواء كانت الorganic component أو cells أو الorganic component اللي هي عبادة عن fibers مثل الcollegion فلما يكون في collagen ويكون في خلية ويكون في كالسيوم اللي بلزقهم ببعضهم مع عبادة عن adhesive glycoprotein التي تعتبر ground substance تمام وفي عنا two types ما احنا شايفينهم بالنسبة للنوع الثاني أو الشغل الثاني الموجودة كorganic component هي عبادة عن fibers وصارنا صنع نحكي عن الcollegion النوع الcollegion اليئيسي والوحيد الموجود بالبون هو عبادة عن type 1 collagen fibers تمام اوكي الcollegion forms osteoid وهاي المعلومة اللي حنا نحكي عنها لقدام لما حكينا لما حكينا عن تلتيب الcollegion بشكل دائري واستفاف الخلايا على هاي الcollegion هاي الوحدة كلها من سميها osteoid تمام اوكي اما بنسبة الorganic component فمين اللي عبادة عن الكالسيوم ومحتوياته mineral اوكي ندي الكالسيوم phosphate وكالسيوم carbonate هدول هم الكالسيوم ومشتقات لما أحكي كالسيوم ومشتقات يعني الكالسيوم والأشياء الملتبطة فيه سواء كانت phosphate او carbonate هلأ مين اللي بالبون موجود الكالسيوم phosphate وبنسب اقل الكالسيوم carbonate الكالسيوم phosphate في لقيله اسم تاني اللي هو يبال عن الكالسيوم hydroxy appetite بدي تحفظوها كيف انه appetite معناها شهية تمام والكالسيوم phosphate هي اكتر نوع من انواع الكالسيوم او form من الكالسيوم موجود بالبون البون عنده high appetite لهذا النوع من الكالسيوم او هذا فهي hydroxy appetite لانه دكتور لكزت عليها hydroxy appetite نفسها calcium phosphate تمام اوكي تمام اما بالنسبة البون cells ففي عندنا four types of bone cells osteoprogenator cell osteoblast cell والتنتين هدول منسميهم osteogenic cells تمام osteocytes osteoclast وحكينا هاي عبارة عن exception لانه هي عبارة عن macrophage واصلها من البلود يعني هي تابعة على البلود cells تمام اوكي ولكنها عبارة عن macrophage of the bone وظيفتها بالbone tissue تمام نبالش بأول الوحدة اللي هي عبارة عن osteoprogenator cell ومنسميها mother cells of the bone لانه هي الام الأكبر تمام هي اللي حتعطينا osteoblast بالتالي osteoblast حتعطينا main cell اللي هي بالع osteocyte تمام فلما تنسألو بالامتحان من هي mother cell of the bone هي بانع osteoprogenator cell وهي بدل اعتقد حيكون سؤال امتحان طيب هلا osteoprogenator cell حكينا انه يحتاج من undifferentiated mesenchymal cell اذا انتو هتذكر من الملخص حكينا بالملخص انه في عندنا خلية نسميها undifferentiated mesenchymal cell موجودة بالامبيريو بالearly life لح تعطينا osteoprogenator cell تمام هلا allocation تبحها والموقع بالضبط هاي cell B البون حتيتواجدوا هالحل اللي حكي حكينا بالcellular layer of the bariosteum mainly بالcellular layer of the bariosteum and الطبقة اللي تشبهها لهي الغلاف الثاني اللي هو عبادة عن endosteum تمام حكينا انه هدول الطبقتين فيهم فيهم osteogenic cells اللي هم عبادة عن osteoprogenator cell والسل البعديها اللي هي عبادة عن osteoplast cell والموقع التالي تلقلها اللي ما ذكرنا قبل هو عبادة عن الhaversian canal هي عبادة عن الاتي طبعا المعلومات اللي حتبلش تتركب عنكم بالتلتي تمام احنا حكينا على الاستيون اذا بتذكروا اللي هو عبادة عن التلتيب الدائري لخيوط الكولاجين بعدين تيجي الاستيون صارت تلتيب حالها على هاي الخيوط أو هاي الاتي تمام هلا بمنتصف الاستيون في عندنا زي القناة تمام canal أو cavity هاي الكنال منسميها الhaversian canal تمام الhaversian canal زي المفرغ زي هيك القناة المفرغة بيكون فيها blood vessel معين تمام حتى يغذي الخلايا اللي حاوليه او اللي هي البونتيشو اللي حاوليه لهيك هذا الاستيون لإله اسم تاني منسمي الhaversian system haversian system نفس الاستيون تمام وفيه بنصف الاستيون كنال ما نسميها haversian canal الhaversian canal is lined by هذا النوع من السل اللي هو يباريه على الاستيو progenitor cells اوكي طيب فما ننسى انه في عناتها مواقع لهاي النوع من السل بنسبة الفنكشن الفنكشن معروف انه differentiate to osteoblast هي امها لا الاستيو بلاست اوكي نجد عن النوع الثاني اللي هو يباريه عن الاستيو بلاست اللي هو يباريه عن التاني استيو جينيك سل تمام نسميها bond forming cells هاي منسميها the mother cell of the bone اما هاي منسميها bond forming لانها المسؤولة مباشرة عن تكوين الخلية التالت اللي هي بان عن osteocyte تمام اوكي طبعا بلاست ما تشوفوها بالطب هي عكس لclass ففي عندنا بلاست وفي عندنا clast clast معناها kill من اسمها k k c به منفضها k clast and kill بتقتل اما بلاست b فهي زي وك انا منحكي formation او genesis تمام لها كما نسميها osteogenic من genesis التالت formation of osteoblast osteocytis تمام طيب هلا osteoblast في لقلها two خلينا نحكي two main functions الفنكشن الاولى انها بتاعمها synthesis of organic component of the matrix فمين المسؤول عن تصنيع collagen fibers او المسؤول عن تصنيع glycoproteins او proteoglycans بالاضافة للوظيفة الثانية اللي هي عبارة عن secretion of alkaline phosphatase alkaline phosphatase هي عبارة عن مادة تفزها هذا النوع من الخلايا اللي هي عبارة عن osteoblast هذا الالكالين phosphatase وضيفته انه يخلي الكالسيوم والphosphate يتلسبوا بالبون تبا وكأنه عم نعمل mineralization او تقوية البون بهاي العناصر calcium وphosphate الالكالين phosphatase من بفتزر osteoblast ايش وضيفته يعمل deposition يشجع deposition او تلسب الكالسيوم والphosphate بالبون وكأنه عم بدأ عمل البون بهاي العناصر تمام وهي المنرال او بالنسبة الاستيوسايت اللي هي النوع الثالث اللي هي نتيجة ال-differentiation of osteoblast تمام هي عبادة عن unit forming cells فهي unit forming cells هي عبادة عن البون forming cells اما هي عبادة عن mother cells هاي المسميات البديل كتير مهمة تمام هاي عبادة عن mature cell هي عبادة end result ال-differentiation of bone cells فهي عبادة عن mature تمام set in the lacuny فاللacuny هي عبادة عن زيبات داخل هاي الخلية تمام الميتريكس عمل هيك فراغ حط فيه او موجود داخل هاد الفراغ هاي الخلية هاد الفراغ مسميه lacuny تمام اوكي هلا الخلايا هاي في لقيلها processes او زي التفارعات تمام نسميها canalically canalically من canal ولكن هي مصغر الكنال فهي canalically تمام طيب هاي التفارعات الفائدة بينها انه لما يكون في عدنا خلية وجنبها خلية osteocyte بتساعدوا بعض بالتغذية فهاي بتمدي ايدها الهاي واي بتمدي ايدها لهاي تمام هاي هي التفارعات يعني هاي عبادة عن osteocyte وهاي عبادة عن osteocyte زي ما أنتم شايفين مافيدين إدانهم لبعض زي في تفارعات بتوصل الخلايا ببعض وهاي الخلية منصلة به الخلية وهاي الخلية وهكذا بتساعدين بعض بحيث انه لو كان في عند هاي زيادة توديها لهاي وهكذا تمام هاي واحدة من الاشياء اللي بتخلي او بتساعد عن نارشمنت او نيوترشن تبع البون تمام وهذا كله لانه البون is hard tissue صعب انه البلوت فيسل يختلق البون بالسهولة البلوت فيسل بالعادي في لقيلها كنالز معينة مثل الكنال اللي حكناها هون وهي عبادة عن يس وهي عبادة عن الهافيرسين كنال الهافيرسين كنال موجودة بي نص الاستيون تمام اوكي هاي قناة معينة مخصصة للبلوت فيسل ولكن انا ما بدل اعمل مئة الف قناة بالبون حتى احصل نيوترشن نيحة فلهيك في عندي اشياء بتساعد عن نيوترشن مثل الكنالي تيراي الموجودة ما بين الخلايا حتى الخلايا ساعد بعض على نيوترشن تمام اوكي وشغلة تاني في عندنا gap junctions in between الاستيوسايتس ال gap junctions هي عبادة عن وكأنها عبادة عن بوابات ما بين الخلايا حتى بدلوا تملي النيوترشن بين بعض وبالميزات وفوائد هاي السول هي عبادة عن استيوسايت هي to maintain البوني ميتريكس تمام لاحظوا انه synthesis of البوني ميتريكس خاصة الorganic component تمام هي عبادة عن وظيفة البلاست استيو بلاست ولكن the maintenance of البوني ميتريكس هي مسؤولية السايت تمام استيوسايت تلس ان الاستيوسايت هي عبادة عن long living cell بتعيش لفتلات كتير طويلة اكتر من اي خلية تانية بالجسم تمام اوكي وانا بنوصل لاخر نوع من انواع البون cells اللي هي عبادة عن النوع الرابع اللي نسمي osteoclast وكلاست حكينا بمعنى kill او انهاء عمل او منسميها bone eating cell بتاكل البون تمام هي عبادة عن خلايا بتاكل البون وذا بتتذكروا النوع الرابع حكينا انه عبادة عن exception تمام قاعدة شاذة لان الاريجن تبعه مش الاريجن تبع الباء السلز اللي هي اول ثري سلز الاريجن تبعه هو يبانى عن blood and more specifically the blood monocyte المونوسايت من احد الخلايا اللي بتعطيها هي يبانى عن osteoclast اوكي نتذكر انه هي الاريجن تبعها blood ولكن مش موجودة بالبلد هي وين موجودة بالبون تمام حكينا هي يبانى عن macrophages تعمل engulfment of bony material هلا لحي يجينا السؤال حلو بحكينا انه طب ما دام انا او شو الهدف خلاني حكي شو الهدف من وجود خلية بتاكل البون داخل البون طب انا ما بدي نصير في عندي بالنهاية ضعف بالبون فشو الهدف من وجود الخلية اللي بتاكل البون تمام انه انا لش بدي اقدع البون بالنهاية تمام نفرض انه انا بعمل building او ببني بالبون الموضوع هو الاتي هلا البون في لقيله structure معي نفرض انه هاي عبارة عن long bone تمام هلا انا بهمني انه هاي long bone تحافظ على height تبحها طول تبحها والwidth تبحها كمان تمام العرض تبحها يكون ثابت هلا انا في عندي osteoblast تمام اللي هي bone forming cell اللي بتذكروا البلاست هي bone forming cell تمام هاي بتبني البون هلا انا ما بدي البون يكبر 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 بحيث انه يزيد حجمه مع الوقت او انه يزيد density طبعه مع الوقت لانه انا بهمني انه البون يكون بدنستي معينة تمام فانا في عندي زي balance في عندي زي خلينا نحكي تساوي ما بين عمل البلاست والكلست هاي بتبني وهاي بتهدم تمام ولكن لا هاي تشتغل اكتر من شغلها ولا هاي تشتغل اكتر من شغلها بحيث انه لا بصير في عندي بناء للعظم اكتر من اللازم ولا بصير في عندي هدم للعظم اكتر من اللازم تمام فهم بيشتغلوا بيبالانس مع بعضهم تمام مع بعض البق يعني البلاست تشتغل مع الكلاس بحيث يحافظولي على الدنستي المطلوب للبون واللينث والهايث المطلوب او الشيب المطلوب للبون الموجود بالجسام تمام فهي زي ما هم مكتوب هون active osteoblast stimulate osteoblast activity متما الاستيبلاست لهي البناءة عم تشتغل بيكون في جنبها osteoblast بتحرص على انه osteoblast ما عم تشتغل اكتر من اللازم وما عم تبني بون اكتر من اللازم تمام فهم بيبالانس مع بعض طيب هلا فيه ميزات معينة للأستيبلاست انها large كبيرة هي اكبر خلية من الخلال اللي ذكرناها الاربعة branched بمعنى اخر في لقيتها زي الانبعاجات كتير هلأ منشوف motile بتحلق وهذا اللي بساعدها على الحركة هي هالي branching زي الادان بيكون لألها مختلفين يعني اكتر من ايد multilucleated multinucleated اسفة multinucleated يعني فيها اكتر من نيوكليس تمام هلأ منلاحظ مثلا لو ناخد هاي السو اللي هي بارعن ناخدها اللون هاي السو هي بارعن osteoclast لاحظوا كم نيوكليس فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة فهي multinucleated and في لألها lacuny معينة له بيت معين تمام الحوشبس lacuny البيت البيت او الhome تبع الاستيقلاس بنسميه الحوشبس lacuny تمام وذكروا الاسهاي الحوشبس لانه فيها multinucleated وانها كبيرة وذكروا دائما انه اخر الخلية اللي هي الخلية اللي يبعه من البون سيلس هي الاكبر وهي الاكسبشن تمام فخليناها اخر واحدة طيب هلأ هي كيف بتعمل خلينا نحكي destruction او eating للبون بتعطينا enzymes معينة بتفيرس enzymes هالي enzymes بتعمل او تحطيه من الميتريكس حكينا الميتريكس بالبون هو يبادى عن hard matrix تبي حاجة للنظام معينة مين بيفرسها الاستيوكلاس نتذكر كمان انه مين بعمل secretion للميتريكس هو يبادى عن الاستيوكلاس ومين بعمل maintenance للميتريكس هو يبادى عن الاستيوكلاس تمام مين بعمل destruction للميتريكس استيوكلاس طيب هلا هذا الانزاين بيح يساعد على bone resurrection هذا مصطلح يمكن يكون شوية جديد عليكم او جديد كليا bone resurrection يعني انا بدي اعمل absorption ل calcium and phosphate من البون احنا حكينا على شغلة قبل اللي هي the position of minerals into the bone لا هلا بدي انا اسحب المنيرال هاي من البون اوديها للبلود وكأني بدي احطم البون تمام تحطيب البون بسميه bone resurrection او اني استخلص العناصر من البون بنسميها bone resurrection تمام فهي كلها وظيفة مين الاستيوكلاس وهنا منيشي احنا على مفارقة ما بين اربعة هاي بانا عن osteogenic cell اللي هي اللي نحكي الماثر سل تمام osteogenic cell رح تعطينا osteoblast اللي هي عبارة عن bone forming cell osteoclast رح تعطينا osteocyte اللي هي عبارة عن unit forming cell تمام اللي هي اليونت اللي هي خلينا نحكي the majority of bone cells بتكون عبارة عن osteocyte تمام بعدين osteocyte او هلا بنتهي الحبل وفي عندنا اللي هي الاكسبشن اللي هي اخر الخليل اللي هي large multi nucleated زي ما انتو شايفين 1-2-3-4-5 وفي ليلها انبعاجات مختلفة هاي ما نسميها osteoclast وما ننسى هون هي osteogenic osteogenic cells هم اول two cells لهم osteoprogenator cell والosteoblast ولكن هون المفروض نكتب قبل osteoprogenator cell تمام اوكي هاي في جدول لطيف جدا بفضلق عندنا لما بين osteoprogenator cell osteoplast osteocyte and osteoclast من حيث الorigin حكينا الorigin لهدول مشترك ولكن اخر وحده هي exception من المونوسايد ومن خلال كمان من حيث الفنكشن تمام نفس اللي حكينا قبل ولكن عم بنعاد على شكل جدول بشكل قلطة هلا بس ما نعرف كيف احنا نقدر ندلس البون تيشو تحت المايكروسكوب هلا لانه البون هارد تيشو فلح نواجه challenge بانه كيف نعمل البون هاله انتو slices وندلسه تحت المايكروسكوب تمام كونه هارد تيشو مثلا جينا نحكي مثلا عن muscle عن fat عن connective tissue soft connective tissue كل هاي الاشياء فينا ندلسه تحت المايكروسكوب بسهولة لانه slicing تباحها بيكون سهل تمام هلا احنا بيكون مثلا في عدنا اطعت هلا نحكي organ وهذا الورغان نحن نجري ان ننفصمه into slices بعدين نحطه تحت المايكروسكوب فيه طبعا تكنيك معينة بس لانه البون عبان عن heart تيشو مثل الصخل زي الحجل فانه صلت هاد الموضوع انه كيف ندلس البون تحت المايكروسكوب تمام والطريقة الاولى هو انه نسميها unstained ground bone تمام unstained يعني ما مستخدم فيها stain أو die يعني ما لح اللون البون يحيبين البون على لونه الطبيعي مثل هاي الصورة تمام واللون فعليا زي ما احنا ما يشوفو فيه شوية الصفير فعليا تحت المايكروسكوب نفس الشئ فيه شوية الصفير او على beige تمام هاي انستained ground bone نحن نجيب البون كما هو ولكن نعمله slicing يعني ما نحن نغير ابدا بتركيب البون يحيظل hard متل ما هو ولكن هادا بتطلب مننا special bone grinding machine فيه machine او فيه آلة معينة لح تعملي grinding او slicing او خلينا نحكي خلينا نحكي slicing of the bone بدون ما نغير بالبون شيئا احنا ما نجيب البون نحطه كما هو داخل هاي الماشين اللي هي special bone grinding machine حتى تغطينا slices of bone تمام؟ نتذكر انه it's unstained يعني ما منحط عليها stain ولا die ولا اي صبر اوكي؟ فبتغطينا very thin slices of bone بعدين هاد البون مباشرة منحطه بglass خلينا نحكي slides ومعدين مباشرة منحطه تحت light microscope ومنشوف تمام؟ هاي unstained ground bone خلينا نحكي تكنيك التكنيك التاني او المثود التاني اللي هي عبادة عن stained decalcified sections stained اذا انا بستخدم صبغة او die لهذا المثود decalcified اذا انا بدي اشيل الكالث من البون بالتالي بدي اخلي البون soft تمام؟ هلا مين لي مين لي ايش اللي بيخلي البون hard هو عبادة عن minerals minerals بتخليه hard تمام؟ ولكن لما انا اعمل decalcification اشيل المنرال من البون بطريقة معينة هلا منحكي اشية بصف البون softer and easier to stay تمام؟ فهي الطريقة بتتضمن انه نجيب اشي منسميه nitric acid او اشي منسمي chelating agent مثل الeditor نحطه على البون حتى يذوب الكالسيوم يشيل الكالسيوم وال minerals من البون ويخليه soft tissue فبالتالي انا ادل اشوفه تحت المايكروسكوب بعد ما اعمله staining ولاحظه هون بالصورة اللي تحت لون البون زهر على احمر فبالتالي انا 100% ضيفه على stem تمام؟ اول شيء بدي اعمل كالسيوم salt كيف بدي اشيل الكالسيوم salt او كيف بدي اعمل decalcification نفسي question بضيف اما nitric acid او gelating agent مثل الeditor تمام؟ حتى انا احصل soft tissue من البون بالتالي اقدر اعمل عليه staining احط عليه stain او dye بعدين ادلسه تحت light microscope طبعا usual dye او اكتر dye احنا اصلا نستخدمها ب اكتر صبغة نستخدمها بالحسط وهي يباري عن H&A stain تمام؟ لهي بتعطينا هاد الشكل للزهر والاحمر اوكي؟ هيا بنسبة طرق للاسة البون يجري هلا على الحكي بخصنا اكتر كحسط types of bone types of bone احكينا احنا اكتر 2 يعني خلان نحكي the most important classification تقريبا of bone هي يباري عن هاد ال classification and the primary bone وهو يباري عن immature bone والsecondary bone وهو يباري عن immature bone حكينا عنهم بالملخص فانا primary وهو الاولي وهو يباري عن غير الناضج اللي بالعادة بيكون بالembryo او بالearly life فانا secondary وهو المature اللي بيكون عندنا احنا بالadult اسم الثانية ال primary bone هو يباري عن woven bone woven معناه محبوك تمام او مصيوق يعني هو تم صياغته تم حبكه ولكن لسه ما صلى الو maturation واسم الثاني الى secondary bone هو يباري عن lamellar bone واللاملية او اللاملة اذا تذكروا من الملخص حكينا انه هي الها علاقة اكتر بالنوع الثاني من secondary bone او النوع الاول اللي هو يباري عن compact bone اللي كمان نحن نحكي عنه ان شاء الله تمام؟ ولكن بغض النظر secondary bone الو الاسم الثاني اللي هو يباري عن lamellar bone او المature bone نيجي هلا نبلش بالنوع الاول اللي هو يباري عن primary bone او الwoven bone او immature weak bone تمام؟ تمام؟ هلا اول من نشوف ال primary bone primary bone هنشوفه prenatally prenatal pre معناها قبل natal معناها الولادة تمام؟ فهي ما قبل الولادة ولسه الimperio برحم امه تمام؟ بكون نوع البون عباري عن primary bone او during bone repair كيف هذا الموضوع؟ هلا لو سات في عندنا اي fracture باي bone تمام؟ هذا bone وصات فيه fracture كسل تمام؟ او تحطيم او 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 كيف بدي يعمل repair bone لحده؟ اي bone formation تمام؟ من اول وجديد يحيبلش بال primary bone بعدان يتحول ل secondary bone تمام؟ فبداية البون repair لما بلش البون يصلح حاله ويكون حاله من اول وجديد يحيبين لحيبلش ك primary bone بعد الوقت يتحول ل secondary bone تمام؟ احنا مشوفه به شغلتان prenatally مع بال embryo اللي هو لسه بلحم امه وال bone repair اللي هو تصليح البون بعد الكسل لما بلش البون يكون حاله من اول وجديد طبعا it is temporary يعني بمعنى اخر فترة مؤقتة بيكون بعدين كل ال primary bone مصيرهم يتحولوا ل secondary bone اشيل هالاشياء كلها كل ال primary bone مصيرهم يتحولوا ل secondary bone فهي temporary بمعنى اخر مش permanent مش دائمة هي مؤقتة مباشر replaced later مع الوقت ب secondary bone اوكي بتحولوا كلهم ل secondary bone اللي هو يبانى عن المتر bone حكينا فاوند بال embryo وفاوند كمان اثناء عملية تصليح البون ويكون حاله من اول وجديد بعد ما يصل فيه فراكترز طيب ننجى على characters ايش هي مواصفات هاد البون بالعادة هو soft فبالتالي low calcium حكينا اللي بيعطي hardness للبون هو وجود من هالكالسيوم salts فلانه ما فيه كثير كالسيوم فهو soft regular irregular collagen التلتيبها بال primary bone is irregular ما فيه تلتيب معين لخيوط وهاد الشيء اللي حينعكس تماما هلأ كمان شوي بال secondary bone وليح اللاحظ كمان انه الاستيوسايت لانه الخيوط الcollagen irregular فالاستيوسايت اللي حتركه بع الخيوط حتكون برضو irregular تمام فمادام خيوط الcollagen is irregularly خلاني نحكي arranged فبالتالي الخلايا اللي هي الاستيوسايت برضو حتكون irregularly arranged تمام scattered هيك مبثولة بشكل عشوائي انا بنسبه secondary bone اللي هو بعد عن lamellar bone هو mature زي ما حكينا strong bone هو اكتر صلابة واكتر قوة من primary bone لانه فيه more calcium and more calcium salts and replaces primary bone هو ببلش primary بعدين مثل secondary لاحظ انه التنتين مش different entities يعني واحدة بتؤدي للتانية تمام كيف اول تات خلايا من انواع bones كل واحدة بتؤدي للتانية نفس الشيء هون كل بون ببلش ك primary bone بعدين بنتهي ك secondary bone تمام اوكي نسمي الكاريترز اللي هي الخصائص طبعيته حكينا انه مدام انه صلب فهو high calcium content calcium salts فيه عالية regular collagen form الكالوجين ملت بحالها بشكل regular فبالتالي الاستيوسايد برضه regular على خيوط الكالوجين تمام واللاحظ شغلي بالنوعين انه مقابل كل شيء بزيد فيه شيء بقل يعني هون زاد كمية الاستيوسايد وقلت كمية الكالسيوم هون العكس بالsecondary او بالmetro bone زادت كمية الكالسيوم وقلت كمية الاستيوسايد فلو تسألناكم انه هون في عندنا more abundant او more amount of osteocyte بالprimary ولا بالsecondary لا بالprimary ولكن على حساب ذلك هيكون في عندنا اقل كالسيوم هون اكثر كالسيوم ولكن على حساب ذلك كان في عندنا less abundant او less amount of osteocyte تمام اوكي هذا اللي بيخلي هذا الموضوع او هذا التشيو harder than هذا التشيو تمام اوكي هون تبدو الشغ اللي حكيناها احنا بالملخص اللي هي شوية عن الاناتومي كيف بتبلش ال long bone تلتيب خلينا نحكي الاجزاء فيها او البارتز منبلش احنا بارتكيلر كارتليج على الجهتين لون الازرق هاد بعدنا فينا الابيفيسيز بعدنا فينا الميتافيسيز بعدنا فينا الديافيسيز بعدنا فينا الديافيسيز اللي هي ابان عام الشافت واللاحظ انه اول ثلاث لهم الارتكيلر كارتليج أبيافيسيز مع الميتافيسيز بتكدروا على ال two ends of the bone قرآن حتى يلتقوا بالنهاية بالديافيسيز او بالشاف ف Luyondنا هون شي منسميه abile بالفي فيد البلايد ال ابيaufيسيز هذا هو لهما يبعصل ال сумさん ال بين هذه التاكريسيز يبعينا الابفيفيسيز تمام الم poly سعكينا عن الcoverings هما عبارة عن الperiosteum والإندوستيوم وحكينا عنهم بشكل كتير مفصل وحكينا الشاربيز فايبر اللي بتطلع من الفايبرس outer layer of الperiosteum حتى تمنع اللي هي separation of الperiosteum عن البون وقت الcontraction واخر الشيء هام بدي يحكينا عن الميديل اللي فيها البون مرل هو عبارة عن المفرغ او الفراغ الموجود داخل اللونج بون زي ما انتم شايفين فيه فراغ بالنص هذا هو عبارة عن ميديل الركافتي اللي بالعادي بيكون فيه البون مرو تمام ميديل الركافتي هو يبانى عن hollow chamber تمام in the bone بيكون فيه red marrow او ال yellow one تمام سهوية النخاء العظم اما بيكون اصفل اما بيكون احمل هذا الشيء راح نشوفه لقدام الاحمل هو يبانى عن ال active bone marrow دائما اكتف دائما بيصنع blood cells تمام اما اليد ال yellow مرو فهو عبارة عن inactive ولكن can be activated once needed يعني هو اصلا inactive تمام موجود بالبون بالكافتي هذا inactive الا لما الجسم يحتاج تصنيع اكتر لبلوت بيصير active تمام ولكن هو بالrest خلينا نحكي state او برياحة وقت الرياحة بيكون inactive تمام اوكي اصلا لونه يلو طبعا من وجود ال adipose tissue اللي هي يبانى عن الفات الفادة اما ان تعطي لون اصفر لالشيء الموجود فيه تمام اوكي حكينا انه برضو المتر بون اللي هو يبانى عن secondary bone او lamellar bone في لقل له برضو two types اللي هم يبانى عن compact bone المرصوص sponge bone اللي هو زي الاسفنج فيه فراغاته فيه هو تمام الcompact bone اللي هو عبادة عن dense bone dense density نوعا ما عالية او lamellar bone سو احنا لما نحكي lamellar bone تمام lamellar bone كsecondary bone ويمين اكتر لcompact bone تمام لان الcompact bone هو فعليا اللي فيه lamellar system او lamellar arrangement of bone tissue تمام نحن نحكي عنه كمان شويل قدام ومن لاقي من لاقي بالmetaphysis والdiaphysis of long bone ومن لاقي بالoutre and inner tables of the flat bone كيف يعني اوشي هاي flat bone حكينا امثي على flat bone بالملخص تمام اوكي flat bone في لقله زي three layers طبقتين خارجيات وطبقة داخلية تمام الطبقتين الخارجيات هدول هم يبانى عن compact bone الطبقة الداخلية زي ما انتو شايفين هي عبادة عن spongy bone فا اول مكان من لاقي فيه الcompact bone هو عبادة عن الطبقة الداخلية السري طبقتين الخارجيات لالflat bone هم عبادة منسميهم احنا عن outer والinner tables tables يعني طبقات تمام outer inner tables of the flat bone والمكان الثاني من لاقيه بالlong bone لما نيجح على long bone تمام احنا لاحظ انه موجود بالdiaphysis of the long bone وموجود كمان شوي بالmetaphysis تمام ميتافيس تمام طبعا مش كل الميتافيس يعني الطبقات للطبقة الخارجية للميتافيس والطبقة الخارجية للديافيس حكينا انه عشان احنا كمان نلبط المعلومات في عندنا هون شوي نصل للخط في عندنا هون زي ما انتم ملاحظين الكافيتي اللي هو عبادة عن المري كافيتي فالمري كافيتي محاطة بكمباكت بون تمام بالdiaphysis وبالميتافيس زي ما احنا شايفين هون برضو في عندنا على الاطراف الكمباكت بون اوكي تمام هاي بالنسبة الوكيشن تبع الكمباكت بون الكومباكت بون بتكون من اوستيونز حكينا هي عبادة عن الوحدات الدائرية هاي اللي بيكون فيها خيوط الكلجن على شكل دائري ومنتبع عليها الاوستيوسايت برضو بشكل دائري هاي عبادة عن الاوستيون اوستيونز على بعضها بتكون اللي الكومباكت بون طبعا فيه اشياء تاني هلا رح نحكي عنها ولكن هي فعليا اليونت اليائيسية اللي بتكون الكومباكت بون اللي هيك احنا منسميها الستركترال او الفنكشنال يونيت اوف دي كومباكت بون سلو اجاكم بالامتحان اشييه او الفنكشنال يونت اوف دي كومباكت بون هي عبادة عن الاوستيون وحكيها الاوستيون بالعادة فيه بالنص كنال مفرغ عشان يمر من خلاله البلود فيسل هاي الكنال منسميها الassung بلعادة ما بيكون دنس مثلوا مثل ال тов padding لا بيكون trapecular يعني بيكون فيه زي النخرات تنخر كيف إحنا لما ييجي مثلا something يكون مثلا في علانة خشبة وييجي حشلة معينة تأكل هاي الخشب نحكي عنه خشب متأكل نفس الشيء بيكون فيه trapecular bone trapecular bone يعني بيكون فيه فراغات بيكون فيه مثل الاسفنجة هوا في عندنا مناطق ما فيها tissue أو ما سميها cancellous bone trapecular bone spongy bone كلها لنفس المسميات تمام إليز non-lamellar ما فيها التلتيب اللي إحنا حكينا عنه بالcompact bone non-lamellar اللاملار لزي ما حكينا لما يكون الcollagen tissues مع أسر الcollagen fibers مع bone cells يكتبي بتلتيب معين نسميها lamellar bone تمام أو مش bundle bone bundle نفس الشيء إنه ما فيه تلتيب معين للcollagen فهي non-lamellar أو non-bundle bone هنا لازم نحط none تمام سهي الor النن هاي جاي على اللاملر وجاي على البندل فهي non-lamellar non-bundle bone تمام أوكي وان من لقيها من لقيها بالأبيفاسيز of the long bone وال dipole of the flat bone كيف يعني هلا حكينا outer والinner ناخد لون ثاني outer والinner tables of the flat bone بيكون فيه compact bone لكن النص هاد اللي هو عبارة ما نسميه هنا عن dipole dipole أو dipole of the flat bone لا بيكون spongy bone سهي عبارة عن sandوشي كيف إحنا لما نجيب نجيب toast لما sandوشي بالخبز toast بيكون فيه خبزة خبزة بالنصف compact bone والcompact bone موجود بشكل أوضح بالdiaphysis تمام بالشافت ومثل ما هون انه structural unit of compact bone هو يبارة عن osteon هون structural unit هي يبارة عن أو خلينا نحكي اليونت اللي forming spongy bone هي يبارة عن plates on bars plates on bars هدول هم اليونت اللي forming spongy bone فيه اخر شيء مفارقة جدا مهمة هي قداش في عندنا marrow spaces أو marrow cavity compact bone في عندنا single خلق كمان شوي لحنشوفها single bone marrow cavity تمام ولكن spongy bone بتميز بانه في عنده multiple bone marrow spaces أو cavity تمام زي ما شفنا هون بالlong bone فعليا الcompact bone الموجود بالdiaphysis في لعله one cavity هاد الكافيتي هو اللي فيه البون marrow تمام ولكن لما نيشعر spongy bone قداش في عندنا spaces وينما نلاقي في space ب spongy bone هيكون فيه bone marrow فهي في عندنا فعليا multiple bone marrow cavities أوكي طيب حلا ننشع شوين نخص الحكي ل الcompact bone حكينا احنا معظم حكينا حصلا هيكون عن الcompact bone لانه في لائله تلتيب معين للتيشوز طبعا هلا الحكي لا حيبلش يتكلل معنا تمام طيب حلا أول ما نلاقي نلاقي زي ما حكينا بالdiaphysis وهي بالشافت of long bone تمام مشوية بالmetaphysis كمان ومنلاقيه بالouter بالinner tables of the flat bone حكينا flat bone مثال عليها skull ribs sternum hips وما إلى بالك تمام زي ما حكينا قدش في عندنا bone marrow cavity في عندنا فقط one single bone marrow cavity لكل compact bone تمام اوكي زي زي أي bone في عندنا coverings والcoverings هم باتنية لعيسيات periosteum ويندوستيوم الperiosteum فيه two layers وحكينا عن function اللي هي مايلي حتكون عبادة عن support وانها تعطي attachment ل tendons and muscles تمام ولكن هون الدكتوريو ضيفي موضوع nutrition مع انه فوق حكينا انه تمام مايلي مايلي علاقة بالnutrition مسؤول عنها اللي فيها cells and blood vessels تمام ولكن هون حكي الدكتوريو انه علاقة بالnutrition وزي ما حكينا علاقة بالsupport لالbone لانها عبادة عن dense connective tissue مصنوعة من connective tissue بتكون صلبي and dense وبتعطي support للbone وتعطي attachment لل tendons and muscles وحكينا انه في عندنا fibers بتطلع من هاي اللي بنسميها sharpies fibers اللي يحتعمل لنا تمنع separation of periostean عن البون وقت الcontraction تمام اوكي هي فقط عبادة عن connective يعني extra connective tissue extra collagen fibers تم التعشم أو تمنع تمنع البون هي عبادة عن inner cellular layer وهي عبادة عن loose connective tissue in comparison مع dense connective tissue الموجود بالouter layer فيها dense connective tissue اما inner layer فمصنوعة من loose connective tissue connective tissue نوعا ما شوي اقل صلابة تمام وفيها osteoprogenator cells وهي عبادة عن osteogenic cells فيها كمان blood vessels فهي مهمة به in nutrition تمام اما الطبق الثاني فهي عبادة عن endosteam والإندosteam فيها blood vessels وفيها بدل osteogenic cells والفنكشن تبحى the same function of the cellular layer of the periosteam هي تعطي cells growth ونبس الوقت تعطي nutrition لهاي السلز تمام هلا البون tissue اللي بالcompact bone منسميه lamelly لهيك الcompact bone نسميه lamellar bone لانه بتكون من lamelly اشي اللامlly 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 اللي هي عبادة عن تلتيب معين للكولوجين اللي بتتكسب عليه أو بتتكب عليه الأosteocyte تمام فهي regular هاي اللامlly بتكون regular in impact bone formed of collagen fibers اللي حقنا بتكون ملتبئة بتلتيب معين وبتيجي عليها الأosteocyte حتى تتكتب على هاي الخيوط تبيت الكلوجين تمام والأosteocyte حكينا انه دائما لائلها كل الأosteocyte في لائلها زي الغرفة أو زي بيت منسميه اللاكني تمام طبعا ما فيه مفشوض نقطة عشان نبلش بيسطة الجديد تمام عشان انتم ما تدخل بتوان فيه نقطة الأosteocyte حكينا انه مع بعض بيحاولوا انهم يساعدوا بعض من خلال تمام تمدوا لبعض زي عشان يمدوا العون لبعض أو يعمل لبعض تمام فبعدنا ما بين الأosteocyte عشان يساعدوا بعض بالنutrition بيحاول الكمباكت بون فيه مجموعة أو تلتيب أحدى تلتيب خلينا نحكي collusion fibres مع osteocyte وهذا الشيء نسمناه بالملخص نبلش الموضوع ب external circumferential lamele تمام لهم عبار عن هدول فعندنا external circumferential lamele بعدين في عندنا osteones وهي هاي الدوائل تمام بعدين في عندنا internal circumferential lamele من جهة الكافتي وما بين osteones في عندنا زي ال fibres scattered بنسميها interstitial lamele تبام سوآخر مليا في عندنا external circumferential lamele internal circumferential lamele هاي من جهة ال periosteum هاي من جهة المural cavity في عندنا osteones هاي الدوائل هاي ما بينهم وفي عندنا ما بين osteones في عندنا خيوط من الكولوجي بنسميها interstitial lamele تمام in between osteones تعم فالinterstitial lamele هي بدعا lamele بتعمل filling لل spaces between haversian system أو osteones حكينا osteones ما ننسى أنه إلها اسم ثاني haversian system تمام وأثناء عملية البون reserption حكينا البون reserption يعني أنه أنا أستخلص البون tissue أو من البون وأوديها لأماكن ثانية مثل البلوت يعني بقضي على osteones بقضي على osteones يعني أنا بسحب العناصر من osteones فبصفي في عندي أنا ريمين وهي يبايد عن lamele خلينا نحكي tissue تمام فمهم جدا نعرف أنه بالبون reserption أنا باخد من ost ولما أوصل أنا لما لحظة كلها استخلصتها أو عملت لها reserption ففعليا اللي بيضل هو عبادة عن ما بين ost التي عبادة عن lamele تمام هي what remains behind represents what left يعني مين اللي بضل أو اللي بصفر behind process of continuous renewal of the bone renewal يعني أنا أجدد البون بدي أقضي على البون وأجدده تمام فأنا بقضي هالost وبأجدده من أول وجديد أو بعمل بناء من أول وجديد واللي بيظل ثابت هو عبادة عن lamele interstitial lamele system أو interstitial lamele tissues تمام أوكي وهن بس نتكت الشغلة حكينا أنه لما نلجي ناخد l'osteone ناخد لون محمد هال l'osteone تمام فيه بالنص عندنا زي canal وهي منسميها الهابرسين canal لهيك الosteone كله منسمي الهابرسين system تمام أوكي حتى فيه nurse بيتمول من خلال هاي القنوات نحكي عن أو الخصص جزئي للosteone أو الهابرسين system كل شيء نحكي هلأ إن شاء الله سيكون مكرر فما تخافون الosteone نفسها الهابرسين system أو نسميها البون فورمين structure نحكي عن الكمباكت بون البون structure أو هي هي يبادة عن الosteone أو الهابرسين system ولكن فيه الشغل الثاني نسميها unit forming cells هي يبادة عن osteocyte تمام في unit forming cells وفي عندنا البون unit structure تمام بيختلفون هي يبادة عن osteocyte البون unit structure هي يبادة عن osteo تمام هي يبادة عن complex of concentric lamella concentric يعني الدواء الفايت ببعض تمام هاي مالا concentric lamella of bone surrounding a canal containing blood vessel سهي يبادة عن bone tissue surrounding a canal هاي نفس عبادة عن haversian canal هاي الكنال اللي فيها blood vessels nerves loose connective tissue called haversian system أو osteo osteo أو haversian system هي نفس عبادة عن bone unit structure تمام الان نسميها haversian canal طيب هلا اللكني هي عبادة عن بيوت osteocyte ما ننساها containing osteocyte found between and occasionally within the lamelly سهي lamelly تلتيب الخيوط تبعيد الcollision بينها أو فيها يعني بين اللام اللي نفسها بين الخيوط نفسها أو فيها هاي الخيوط نفسها حلائي اللاكني اللي فيها osteocyte تمام بدأت بنفس الشيء بشكل concentric الcollision fibers بالعادة حيكون parallel to each other يعني معين الcollision fibers and osteocyte هلا الهافرسين canal اللي المجد بنص osteo communicate مع البون ماري cavity ومع بيري osteo ومع بعض يعني القناة مع القناة أو القناة مع البون ماري cavity أو القناة مع البري osteo في زي ال transverse canals لهم هاي هم مثل ما هون مثلا هاي هفرسين canal وهاي هفرسين canal التواصل ما بين الهافرسين والهافرسين حيكون من خلال transverse canals من سميها volkman volkman canal تمام نفس القنوات هاي لحيتم وجودها ما بين الهافرسين canal وما بين murkavity هاي القناة برضو volkman canal نفس الشيء تواصل الهافرسين canal مع الطبقة الخارجية أو covering outer covering برضو حيكون من خلال هاي القنوات اللي بتوصل الهافرسين مع الهافرسين canal مع الperiostium الهافرسين canal الهافرسين canal مع الهافرسين canal التانية الهافرسين canal مع البون murkavity من جوه تمام اوكي فزي ما احنا قلقنا هون communicate with الهافرسين canal communicate تواصل مع البون murkavity وال periostium ومع الكنال الثانية من خلال هاي البول من canal تمام اوكي ومثل ما حكنا انه الكمباكت bone فيه one bone murkavity تمام هلا البون murkavity طبعا من اسمه bone murkavity فهو فيه المفروض bone bone murkavity منه active و inactive بالعادة بال young age تمام ال young age compact bone bone cavity بيكون فيه active bone murkavity اللي هو منسميه red bone murkavity لانه فعليا لونه احمل هو لانه اكتف ويصنع بلد لون البلد احمل فهو مصنع لبلد فهو يكون لونه احمل تمام هذا منسميه active او red bone بالعادة compact بيكون فيه red او active bone murkavity اللي عند الصغير تمام ولكن بالاضلط اللي مثلنا البون murkavity الموجود بالcompact bone هيكون yellow in color inactive تمام وحكينا inactive address once الجسم احتاج تصنيع اكتر لبلد تمام بيحول هذا البون من inactive into active ولكنه address بيكون لونه yellow and inactive وحكينا لونه yellow لانه فيه fat تمام والfat اي مكان فيه fat بيكون اللون انتبعه بالعادة yellow او اسفل تمام فنركز احنا compact bone young age children بيختلف محتوى عن البون or color او activity عن adult الادلط بالعادة بيكون inactive اليونج بيكون بالعادة active تمام اوكي هاي لسمة نفس الشي بس انا يمكن كما نجح نتذكر موضوع انه كيف osteocyte اللي ها اسود هون تتوصل مع بعض عن طريق الكنال الكل هاي الخطوط السوداء تمام اوكي هانا فينا نشوف احنا هاي كيف تلتيب ناخد هذا النون كيف يترتب الخيوط الكلجن حوالين central نسميها الها نفس هاي الكنال تمام كيف تلتيب خيوط الكلجن حواليها على شكل دوائل مثل البصل تمام ونشوف هنا كيف اخلاف قلينا نحكي هذا المثود الاول اللي هو عبادة عن تمام وهذا التاني او المثود التاني لما احنا نحط تمام اخي 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 نحكي عنه في هاي المحاضرة اللي هي عبادة عن النوع التاني من البون اللي هو عبادة عن أو تمام تمام حكينا بشكل واسع نحكي شوي عن الكانسلس bone او spongy bone spongy bone بالعادة فيه multiple multiple cavities of bone marrow تمام وبالعادة بتغطينا spongy appearance مثل الصفنج تمام structure بالعادة بيكون نفس الشي نفس اي bone فيه two coverings periosteum and endosteum الperiosteum فيه two layers fibrous outer inner cellular تمام نفس الcompact bone يعني الcoverings ما حتختلف من نوع bone لنوع ثاني البون tissue بالعادة بيكون في عندنا bone trophically and bone marrow cavities هاي هم الفقط التو structures trophically اللي هي بالعادة scattered bone tissue وما بينهم في عندنا cavities تمام زي trophically بالعادة بتكون irregular anastomosing irregular bone lamelly with a scattered osteocyte in lacuny الاستيوسي ما زالت نفس البيت اللي هي بالعادة عن lacuny ولكن زي المنثولة ناثقين زي وك انه انا جاي بحبات simsum وناثيت هيك على الأرض تمام يعني ما في regularity ابدا it's irregularly arranged سواء كانت lamella اللي هي عبادة عن خيوط collagen او osteocyte اللي هي عبادة عن الخلايا الموجودة على خيوط collagen تمام احنا بالعادة ما بنحكي لها lamellar bone lamellar bone بحيوط ولكن تلتيب باختلاف تمام الهاversian system هنا ما منقدر نحكي عنه will developed مثل compact bone لانه تلتيب اللام اللي بيكون عشوائي بالتالي الهاversian system is not will developed ما منلاقي في عندنا one canale هيك مرتبة بكل وحدة خليل نحكي ضمن كل مجموعة تشو من البون تمام هي بالنسبة regular تمام فيه بالعادة دائما active red سواء كانت نحكي عن children أو adult فالاختلاف برضو هون ان البون is always active and always red مش مثل compact bone تمام it is always active and always red وهم فينا نشوف كيف الcompact bone كل وحدة فيها one concentric one haversian canal وحواليها اللفافات تبعيد الcollagen وال osteocyte تمام تتكدد هاي الامور ما بينهم في عندنا random fibers اللي هي بادة interstitial من بادة في عندنا external circumferential lamele ومن جوه لما نوصل لعند bone marrow cavity اللي هي single bone marrow cavity هيكون في عندنا internal circumferential lamele دبعا اوكي ها بالنسبة الcompact bone اما cancelous bone فاذا ملاحظين في عندنا bone tissue هاي bone tissue جتبع بشكل عشوائي جدا وفي ما بينهم اللي هي هاي هاي كلها يبادة عن cavities of bone marrow تمام هذا اللون ظهر هاي كلها يبادة عن cavities of bone marrow تمام فهي لا انه cavities مرتبة ولا انه tissues مرتبة وما في عندنا haversian system بشكل واضح او haversian canal بشكل واضح تمام اوكي هون اخر الصغيرين اللي هيكون في مفارقة ما بين compact bone ما بين cancelous bone نمر عليهم بشكل سريع compact bone dense تمام ما في holes إلا فقط في حالة في حالة الكنار اللي هي هversian canal بتكون واضحة جدا اما cancelous بتكون spongy with many holes في كتير زي الفراغات الساية هي بتكون بالشافت of the long bone او شوي بالمتافيس وموجودة كمان بالoutter بالinner tables of the flat bone اما spongy bone فموجودة بالflat bone من الداخل وموجودة بالأبيفاس of the long bone periosteum موجودة موجودة حكنا الكفرين سواء كانت الاندوستيوم او الperiosteum هتكون اش موجودة على الجهتين تمام المري كافتي هون بتكون central and one مري كافتي بالكمباكت بون بتكون multiple cavities بالسبونجي البون اللام اللي بتكون regular اما irregular بالسبونجي بون ها فيروسيان سيسم بتكون mature ولكن immature بالسبونجي بون الميتريكس وال الورغانيز كايش ممكن يكون regular او irregular حيكون regular بالcompact بون او and irregular بالسبونجي بون اما فالتنتاج حيتمدو على البلود فيصل الموجودين بالبرئوستيوم وبالإندوستيوم تمام لإضافة لموضوع الكنالوكيلاي هاي هتكون ما بين الخلايا حتى تدعم الخلايا بعضها البعض بالإنيترشن وآخر سلايد هيكون مفارقة سيعة ما بين البون and كارتليج تمام حكينا عنده التنتين عبارة عن موديفاية كونيكتف تشو او سبورتيف كونيكتف تشو تمام البون العادة بتكون هارد على عكس الكارتليج بتكون فرم وفي فرق ما بين هارد and فرم إذا بتكم تعرفوا كيف يعني فرم اعملوا حطوا إصبعكم على tip of the nose على راس الأنف تمام هاي باعدة عند فرم هذا هو ملمس الفرم it is not soft مثل الشيك يعني لو حطتوا إصبعكم على الخد الخد كتير soft لو حطتوا أصبعكم على tip of the nose على طرف على راس الأنف حيكون something ما بين الهارد وما بين soft تمام أما الهارد فمثل لما تحطوا إيدكم على الجبين الجبين هو عبادة عن bone فهذا هو الهارد طبعا البون is inflexible ما بتقدروا تطوو أو مثلا to be angulated ولكن الكارتليج is flexible فيكم نوعا ما تشدوا عليه فيصرف بندينج أو فيه يطعج يعني البون الكفرينج فيه أما الكارتليج فيه one covering هو less heart فبالتالي بيكفي one covering for nutrition تمام الميتريكس في العادة بتكون بالنسبة لل البون is rich in calcium less hydration حيث فقط يباع المكونات عبادة عن ماء على عكس الكارتليج بتكون well hydrated وتقريبا حسب 80% بتكون عبادة عن ماء بالنسبة للبون فعندنا فقط type 1 collagen type 1 بالنسبة للكارتليج ففينا type 2 type 1 وفايبر ثانية السلس بالبون بتكون عبادة عن four types حكيناهم أما السلس بالكارتليج فهم عبادة فقط عن two types وحكيتهم أنتوا قبل هذه المحاضرة أما بالنسبة للبون البون بتكون باسكيلر أما الكارتليج بتكون avاسكيلر باسكيلر بدليل أنه في عندنا البلود بتفوت من البرى أوستيوم إلى البرى أوستيوم إلى البون من خلال البلكم كنال تمام هي عبادة عن تفوت كنال بتوصل ما بين different parts تمام بنسبة للكارتليج فهي عبادة عن avاسكيلر حيكي نكون نحن كملنا هذه المحاضرة التي هي المحاضرة الأولى من البون كان هدف صراح أن تكون بسيطة تفهموا وفهم قبل ما تحفظوا وتكدار المعلومات منيح بحيث أنه تطلع من المحاضرة ما بدكم إلا ربع ساعة ملاجعة تمام نشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة الثانية من البون وأي سؤال أنا موجودة ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر